قبل نحو 1300 عام بزغ نور مدينة السلام فأشعت على الأرض علماً وأدباً وفنوناً بغداد التي بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور والسقر بها لتكون عاصمة الدنيا وأكثر مدن العالم غناً وحضارة فأصبحت موطن العلماء والفقهاء وقبلة الأدباء وشعراء ومدار الطب والفلك إلى أن جاء الذبحتها الأولى على يد التتار فتحول الغناء إلى رثاء والرخاء إلى شقاء لكن بغداد ثارت من تحت الركام تستجمع قواها فعادت تنافح عن مركزها وتزاحم المدن معتزة بتراثها حتى جاءتها الذبحة الثانية بالغزو الأمريكي وتسلط عليها من لا يفقه رمزيتها ولا يتورع عن القضاء على تراثها على طول ثمانية عشر عاماً مضت انهارت معظم مقومات الحياة في المدينة وتراجعت خدماتها وبناها التحتية وتفشى الفقر وانتشرت العشوائيات فبدت مدينة لاجئين أقاموها على عجل حتى باتت من أسوأ مدن العالم من الناحية المعيشية والأمنية فأصبحت بغداد تتصدر عنوين الصحف والمجلات والأبحاث والتقارير ولسيما في الحديث عن الانهيار الحضاري وتدهور المالي والبطالة المنتشرة في صفوف الخريجين وعمليات القتل والجريمة المنظمة كل ذلك كان نتاجاً لتداعيات منظومة حكم فاسد بنهجها الطائفي وميليشيات تنتشر في أحياء تبث الرعب والأرهاب وأخطر من ذلك السعي الحثيث لتغيير تركيبتها الديمغرافية والعبث بمعالمها وتمزيق نسيجها الاجتماعي وللمفارقة بين حاضرها وماضيها ازادت نسبة الأمية في بغداد فلا مدارس كافية ولا لوازم تعليمية متوفرة جسورها التي كانت محطة لتأمل نهر دجلة أصبحت ملجأ المقبلين على الانتحار وكفى بذلك شرحاً لكمية اليأس الذي وصل إليها سكانها بغداد اليوم وطن في غربة وغربة في وطن يغلب على جوها العام الإيقاع الحزين وكأن أطياف أبي جعفر المنصور تتجول في أزقتها معزية تقول سلاماً يا مدينة السلام ترجمة نانسي قنقر